أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إедارة النادي الأهلي بيستقبل وفد الاتحاد الكويتي لكرة القدم استقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ظهر اليوم بمقار الجزيرة وفد الاتحاد الكويتي لكرة القدم يتقدم عبدالله الشهين رئيس الاتحاد وهايف المطيري نائب الرئيس وجمال الاعتبي عضو مجلس الإدارة وصلاح القناعي الأمين العام وخلال الجلسة الودية أكد الكابتن محمود الخطيب عمق العلاقات التاريخية التي تجمع النادي الأهلي بالاتحاد الكويتي لكرة القدم وأنديد دولة الكويت الشقيقة وأنه بشكل شخصي يرتبط بعلاقات صداقة وطيدة مع العديد من نجوم الكرة الكويتية السابقين منذ فترة تواجده في الملعب من جانبه عبر عبدالله الشهين رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن سعادته بزيارة النادي الأهلي ولقاء الكابتن محمود الخطيب مؤكدا اعتزازه بالعلاقة القوية بين الجانبين وتطلعاته نحو تعزيز سبل التعاون بينهما خلال الفترة المقبلة وشدد الشهين على أن الأهلي قلع رياضية عريقة تمثل واجهة مشرفة لرياضة العربية بما حققه من نجاحات كبيرة تخطت الحدود ووصلت إلى العالمية وقام وفد الاتحاد الكويتي لكرة القدم بجولة في مقر الجزيرة تفقت خلالها منطقة دولاب البطولات وصالة الأمير عبدالله الفيصل وملعب مختار التيتش والنصب التسكاري للشهداء وفي ختام الزيارة قام الكابتن الخطيب بإهداء درع وعلم الأهلي وقميص الفريق إلى أعضاء الوفد الذي أهدى لرئيس النادي درع الاتحاد الكويتي لكرة القدم الحقيقة حاجة محترمة جدا تواجد الأشقاء دائما بجانب بعض وجود الكابتن محمود مع سيد عبدالله أعتقد شيء جيد جدا 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 اشتركوا في القناة